أنا يعجبني والله يا أخي يعجبني أنا وزير النقل كل ساعة طال عندنا بيان يوم يقول ما أدري وطلعوا لثلاثة أربعة يدري يوم يقول هذا الطريق من أفضل الطرق وماكو طريق الحرير أنا أسئلة والله ما أردأ حرجه وقل له أنا وياكو تشم الرسولة فينا بطريق الحرير وإنت واحد من العالم كنت داعم طريق الحرير بس تدري الخريطة اللي توقياها الصينيين ليش نحرف طريق الحرير عن مساره لأقصدك أنت صديقي وكل الاحترام والتقدير إليك أقصد العمل غير ما بيكم حاض غير ما عدكم خطط غير تتأثرون بالدول البرة اللي تفرض إرادتها عليكم غير ناس ما عدكم استراتيجيات حقيقة غير ما عدكم نتائج جدوة وأفعال طبعا تجي لتقول الطريق ما للتنمية بفايدة طبعا بفايدة أنا سنفتح للطريق بس من رخصتك منفتح للطريق مال ترابي ومهم وقل للواحد ما تطب مننا إذا ما أخذ منك دينار دينارين هم يحقق الفوائد ماكو شي ما يحقق فوائد ولكن هل هذا طريق تنمو حقيقي للأجيال مثل هذا تزاحم المهم والأهم هم الصينيين شافوا هذا البلد مربك ما بي قيادة حقيقية لأن كل شاء يطلع لهم واحد يقول أنا أبو عليا أنا علي لكن التصريحات السحنة يوم يطلع لهم أبو حسين يوم يطلع لهم علو هل سعوف علو علو قال أنه يا با طريق الحرير نحن كحكومة لا أحد اتصل بنا لا أحد عرض لنا ملف لا أحد قال لنا لا ندلم نيني طب مني نطلع هذه التصريحات رسمية من الدولة العراقية إلى أحد قالوا أن طريق الحرير كان كذبة كبرى وبالتالي لجأوا إلى استحداث طريق جديد بديل عن طريق الحرير اللي هو طريق التنمية ويقال أنه من المشاريع استراتيجية الكبرى وين العلة بهذا الموضوع أنا رح أمطيك العلة وين أي مثلا اليوم تجي الميناء الفاو بي خمس أرصفة العراق بوحدة هسة عندنا تقريبا تقريبا فوق الـ 23 رصيف أو إلى 16 إلى 23 رصيف باستجارة العراق باستجارة العراق ممكة في 16 رصيف على قضية إعداده زيان هل تقنعني وتعرف ذن الأرصفة اللي موجودة الغاطس مالة ما فوق المسموح به للناقلات الكبرى العالمية أنت تقنعني خمس أرصفة تستطيع أن تنتقل بالعراق إلى مستوى الذروة في تقبل جميع التجارة الدولية لأوروبا والدول العربية للنطاق الآخر يا أخي كلم واحد خبل هسة صدقني ما يصدقك خمس أرصفة من الممكن أن تنتقل بكل تجارة الصين على طريق لأوروبا لتركيا لدول أخرى لأمريك يعني تقنعني جنابك أجاوبك كان أستاذ كاظم ما تقنعني خمس أرصفة أنت بالمخطط اسمعني 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 بالمخطط بالمخطط اللي من الممكن أن يستوعب مع المدن الصناعية اللي راح تنشأ بالباصرة خمسين رصيف يا الله تستوعب قيمة المصدر عن طريق العراق إلى أوروبا وتركيا أستاذ كاظم للأمانة التاريخية أنا شفت أنت إذا تسمعني أستاذ كاظم أستاذ كاظم يبدو أكبر منكم وقلعوهم ماش أستاذ كاظم إذا تسمعني حتى نتذكر أنا وأنت أنا شفت أنت بالتلفزيون أنا زرت ميناء الفاو الخمس أرصفة الأولى هي المرحلة الأولى ميناء الفاو واحد وتسعين رصيف يصار على مجموعة من المراحل المرحلة الأولى خمس أرصفة والآن أنجز منها بالستين بالمية هاي للتاريخ يعني هذا للأمانات اسمعني أستاذ كاظم أستاذ كاظم أستاذ كاظم مو مقبول ومو صحيح نعم وأني أقنعك أي أي أنا اليوم الجماعة ردي يشغلون من ليش لما نتجي لما نتقفل الخمس أرصفة وتجي اليوم اليوم الباخرات ما مستعدة تبقى بعرض البحر مدة عشرين وثلاثين يوم لأجل أن الباخرات تجيب الخمس أرصفة حتى الزايد وين يروح يروح الميناء مبارك حتى إحنا اللي محاربين ميناء مبارك إحنا راح نخلي ميناء مبارك يشتغل شوفوا الطرقاعة والمصيبة الأكبر من عده هنا القضية الأخرى ياخي موصينين إجوك وقالوا لك إحنا خلال مدة خمس سنوات نبني لك ما يقارب أكثر من خمسين ميناء بنفس الأعماق بأعرض من هذا العمق اللي موجود وحماية صينية حتى بالمناسبة تدري هذا الميناء يعتبر كالتالي يعتبر ميناء سلام للدولة العراقية بعد من أجل أن الصين تحافظ على حقوقها على طريقها الدولي راح تخلي العراق من ضمن استراتيجياتها المؤمنة لطرقها ما تخلي حتى بعد ما نطب حروب ما نجي يجيك واحد عبثي ويجيك واحد كذا وكذا وكل ساعة نطببنا بحرب وكل يوم ما نأمن على نفسنا بكذا حتى يصير شون سأكون مناطق محمية اليونسكو نصير إحنا محميين بالنظام العالمي لأن عندنا طرق عالمية وبيها مصالح دولية يا أخي يا أستاذ سمعوا من عندنا عسنا سمعنا من خبراء ما اكتشفناها أستاذ كاظم حتى وأن ذهبت السفن الفائضة إلى ميناء أمبارك لتفريغ رمولاتها الميناء الفاوي يمتن حال بسمعني اسمعني رجاء الشهر الرابع 2010 من عشرة لحد هذه اللحظة لم يؤمن سواء خمس أرصفة وستين بالمئة بعد أربعين بالمئة يعني إش قد صار أنه صار أنه 13 سنة يالله بنينا خمس أرصفة شاة جماعة ذالي يبنوننا الخمسين رصيف إش قد يراد لهم خمسمائة ألف سنة ضوئية يا أخي بس بس إحنا نريد إحنا بلد محتاج أن ينتقل لنتأخرنا هو يحتاج مكننا عالمية حتى ننتقل بسرعة وبسخول ما يوصلنا